اتهمت مجلة فورين بوليس الامريكية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتخطيط لاعادة رسم خريطة الشرق الاوسط من خلال ما يسمى بالمنطقة الامنة عدت المجلة الامريكية مخططات اردوغان جزءا من تاريخ مظلم طويل لترحيل قصري للسكان يعود الى العهد العثماني تتماشى المساعي التركية في سوريا في الوقت الحالي مع التاريخ الطويل من التهجير القصري للسكان الذي مارسته الامبراطورية العثمانية ولكن الامر المأساوي حاليا هو ان يكون احفاد من تم تهجيرهم قصرا من مناطق في تركيا بالقرن الماضي هم ضحايا جدد لغزو شنته تركيا في سوريا المساعي العدوانية التركية في سوريا كانت موضوع تقرير مطول لمجلة فورين بوليسي الامريكية اشارت فيه الى ان محاولات رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان الحالية تعد امتدادا لتاريخ طويل من التهجير القصري للسكان الذي مارسته الامبراطورية العثمانية وهو ما ترك بصمة لا يمكن ازالتها في شمالي سوريا خصوصا فورين بوليسي اكدت ان عملية التغيير الديمغرافي وتهجير القصري لعبت دورا اساسيا في تأسيس الجمهورية التركية التي قامت على انقاض الامبراطورية في عام الف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ووفق المجلة الامريكية فان اردوغان ايضا يسعى الى اعادة رسم الخريطة العرقية بالشرق الاوسط دون دراية ربما بان النازحين المسيحيين الذين هربوا من مدينة رأس العين بعد العدوان التركي يواجهون اضطرابات وصدامات ناتجة عن الماضي بجانب الحاضر فورين بوليسي وجهت الاتهامات للعثمانيين الجدد ورئيسهم اردوغان بتغطيط لاعادة رسم الخريطة الطائفية في الشرق الاوسط من خلال ما يسمى بالمنطقة الامنة موسيقى